في ظل غياب الدولة وافتقار البلديات للإمكانيات اللازمة من أجل إقامة المشاريع التنموية على صعيد المناطق ووسط الفوضى العارمة حيث لا رقيب ولا حسيب بادرت بلدة غريفة بإطلاق مبادرة بيئية توعوية حيث قام الأهالي بالتعاون مع الجمعيات والحزب التقدمي الاشتراكي بتنظيم يوم بيئي للحفاظ على نظافة البلدة ووجهها الراقي بظل الوضع الاقتصادي المتردي فتداعة الجمعيات أهلية بغريفة والحزب التقدمي الاشتراكي لإقامة هذا النشاط هذا اليوم البيئي بامتياز بتنظيف كافة شوارع البلدة اللي بحالة يرفع لها مثل كل شوارع البلدات حيكون في عنا حلقة إرشادية توعوية بفرز النفايات والمحافظة على البيئة بنتجمع من مخطير غريفة وبغياب النشاط الدولي عم نقوم نحن بأعمال مغطي شوي بس لأنه أوضاع الاقتصادية صعبة بالبلد عم نقوم نحن كالمخطير بهالعمل وبمساعدة من الأهل الضيعة وعملين يوم ترفيه للأطفال النشاط حمل رسالة توعية مهمة حول أهمية الحفاظ على البيئة في ظل غياب الجهات المعنية والتشجيع على فرز النفايات نحن كليتنا إيد وحدة واليوم هادي أكبر مثال على هالجهود اللي عم تتوحد كليتها من شأن نحن عم نهيئ ضيعتنا بأيلول عن الشتاء من شأن ننظف الأقنى ونظف الطرقات فنحن عم نعمل واجبتنا كمواطنين بغريفة ونحن نتمنى كل الناس تتعاملنا مسألة إليها لأنه حقيقة أن نحن الوحدة الموجودة بيه غريفة بكل الجمعيات وحزب وكل الناس كليتنا إيد وحدة وكليتنا مننظر على شغلة وحدة بدنا مصلحة ضيعتنا ومصلحة أهلنا نحن عاملين يوم بيئي لتنظيف الضيعة وفرز النفايات نعود الناس على فرز النفايات وإن شاء الله تكون هالخطوة جيدة للأمام ومنستمرين فيها عم نساعد أهل الضيعة وعم نحط الكرتون يحل البلاستيك يحل والأزاز يحل لم يخلوا النهار من روح التعاون والعمل الجماعي حيث اندفع عدد كبير من أهالي البلدة والجمعيات الأهلية فيها إلى المشاركة جامعين بين العمل وأطفاء أجواء من التسلية والفرح من خلال إقامة نشطات للأطفال تلكني الحالي الحالي أرمي 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 حقاً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة